شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة عمل محاور جديدة داخل المدن عالية كتافة السكانية في نطاق محافظة قاهر الجيزة جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن تنفيذ بعض الطرق والمحاور داخل المدن يستلزم تنفيذ بعض الإزالات السكانية مشددا على أن آية إزالات تتم للصالح العام يتم تعويض أصحابها وأكد الرئيس السيسي أن اهتمام الدولة بالطرق خلال السنوات الأخيرة جاء لتيسير حركة المواطنين والتجارة مشددا على أن المشروع القومي للطرق تم إنجاز نسبة كبيرة منه في جميع أنحاء الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة عكس ما يتردد حول الاهتمام بمحيط القاهرة فقط وإلى الأزمة الأوكرانية حيث قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا حتى الآن وفي بيان له أوضح المكتب أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة بما يشمل القصف المدفعي الثقيل وأنظمة الصواريخ متعدد القدائف والضربات الجوية وأضاف أنه يعتقد أن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير خاصة في الأيام الماضية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بسبب تأخر الإبلاغ عن أعداد الضحايا في بعض المناطق التي دار فيها قتال عنيف قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا يوضح مدى الغضب العالمي من عدوان روسيا المروع على دولة مجاورة ذات سيادة ويظهر اتحادا عالميا غير مسبوق من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إعلان بوتين أن بلاده وضعت قواتها النووية في حالة تأهب يمثل ذروة عدم المسئولية وأضف بلينكين خلال مؤتمر صحفي أن مثل هذا الخطاب يزيد من مخاطر سوء التقدير ويجب تجنبه أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح على الفور تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا بعد تلقيه طلبا بذلك من 39 دولة من الدول الأعضاء بالمحكمة وقال المدعي العام أن الإحالات تسمح لمكتبه المضي قدما وفتح تحقيق حول الوضع في أوكرانيا منذ 21 نوفمبر في عام 2013 وما بعدها بما يشمل أي مزاعم في الماضي أو الحاضر عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبات في أي جزء من أراضي أوكرانيا على يد أي شخص خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الاعتمارية التصنيف السيادي لروسيا مشيرة إلى أن تصنيف روسيا انخفض من بي 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 إلى بي ردا على الأزمة الأوكرانية وقالت أن روسيا وضعت قيد مراقبة تصنيف سلبية مشيرة إلى أن شدة العقوبات الدولية ردا على الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي وتمثل صدمة هائلة لأسس الاعتمار في روسيا ويمكن أن تقود استعدادها لخدمة ديون الحكومة يأتي هذا فيما أعلن البنك الدولي وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروسيا بشكل فوري في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا وقال البنك التماوي متعدد الأطراف أنه لم يوافق على أي قروض أو استثمارات جديدة في روسيا منذ العام 2014 في أعقاب إعلان موسكو ضم منطقة القرم من أوكرانيا ورياضيا حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره فيوتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على استادي القاهرة الدولي ضمن منافسة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية والعشرين في المركز الثالث بعدما خاضت تسع مباريات حقق الفوز في سبع وخسر مبارتين وتعادل في واحدة وسجل لعبوه عشرين هدفا وسكنت شباكه إحدى عشر هدفا فيما تجمد رصيد فريق فيوتر عند النقطة الخامسة عشر وختاما تأهل فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري الرجعي النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على نظيره نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الدوري الخامس من البطولة جاءت تنائية ليفربول بأقدام الدولي الياباني مينا مينو في الدقيقتين السبعة والعشرين والتسعة والثلاثين على الترتيب فيما أحرز هدف نورويتش الوحيد اللاعب لوكس روب في الدقيقة السادسة والسبعين من عمر مباراة نهاية مجاز التساع عودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى مرحب بيكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وآخر فقراتنا دايما بتكون الموسيقى هي لغة اللغة دي بتوحد الشعوب والغنى أداة في التعبير عن الذات لكن لما تحترف الغنى بخمس لغات فاحنا أكيد هنا أمام موهبة وفنانة استثنائية مؤمنة إيمان شديد برسالتها الفنية وهي أن السلام والمصلحة هي لغة الشعوب اللي لازم يكون العالم كله بينعم بيها فنانتنا النهاردة يا فنانة مؤمنة أيضاً بيها التنوع الثقافي ضفتنا النهاردة مش بس سوبرانو لأنها بتغني وبتنشت بأكتر من لون واشتهرت في مصر بالترنيمة مع الأدان اللي دخلت بيها قلوب كل المصريين وهي ترنيمة مريم ضفتنا اللي منورونا في الستوديو وهي الفنانة والمطربة تانية أسيس صباح الخير يا تاني صباح النور يعني تانية بتغني بخمس لغات تقريباً أكتر شوي أكتر كمان طيب اختيارك للغات دي أعتقد عشان توصلي الكلمات الخاصة بالأغاني بتاعتك لكن أكيد فيه لغة من اللغات دي هاللغة الأهم والأقرب لقلبك إيه هي بقى أكيد اللغة العربية بس ما كان هذا الوضع بالأول يعني أنا متبلشت لأنه اتجهت أكتر على الكلاستيك وعلى الموضوع كنت غني أكتر فرنسي وإنجليزي بس بحس اللغة العربية أنا بحس فيها أكتر يعني بحس بالإحساس أكتر وقت أكون عم بقدم الأغاني مش أناك بحب أكتر أن يكون عم بقدم أغاني بالعربة تانية أنت مش مجرد مغنية أو مطربة أنت حالة فنية شكراً لا دي حقيقة فعلاً يعني أحياناً بنشوف فنان مثلاً إن كان مغني أو ممثل فهو بيبقى معني أكتر أن هو صوته حلو فبيغني فقط أو موهبته في التمثيل الكبيرة فبيمثل فقط لكن إنتي حالة فنية عندك أكاديمية وقفتي على أهم المسارح في العالم يعني إن كان مصرح أولمبيا في باريس كمان دور الأوبرا في سيدني في أستراليا مقار الأمم المتحدة في جناب حكات كتير جداً حتى في مصر كنتي موجودة فحدث من أهم الفعاليات اللي كانت هنا في مصر عايز أعرف منك يا تانيا أنت إزاي قدرتي تنمي موهبة الغناء عندك لم توقفتيش ومكتفتيش فقط بأن أنت صوتك حلو شكلك حلو حبيتي توصالي بأكتر من اللغة للعالم كله وقفتي على أهم المسارح في العالم كلميني عنك من البداية خلينا عارف أستاذ المشاهدين عن تانيا أستيس من البداية لحد اللي وصلت له شكراً يعني أنا بحس الموسيقى هي رسالة أكيد يعني وقتها الفنان يقدر يستعمل صوته طي يوصل أفكار أو أحسيس بتصير الموسيقى أكتر من مجرد موسيقى أو مجرد انترتينمنت متما فيه يكون تسلية يعني لي لأنه هي صلة تواصل مع الناس مع الشعوب مع السقفات وقتها بغني أنا بعدة لغات ما بغني باللغات بغني لو بكون رايحة على بلد معي وحابة أنه أقدم لهالبلد الإحساس اللي عبالي مرقلونية باللغة اللي هن رح يفهموه أكتر شي وحب دائما أعمل تريبيوت يعني مثلا أنت رحت عالأرجنتين غنيت بالإسبانيا ورقصت تانجو على المسرح يعني أنا شخص كثير بحب اكتشف السقفات وأنا بحب السفر كثير بحب السقفات بحب الناس بحب التنوع وهذا شي بحمله تختالطي بيها مش أني بتؤديها فقط يعني بتعشيها أكتر هلأ كمانا لأنه أنا مسيرتي بلشت بالكلاسيكل فإذا بديك الموسيقى بلشت بطريقة كتير أكاديمية فهي دعطيني صح بدأت أوبرا لأنه أنا بلشت بعمر صغير كنت مفتكرة أن الأوبرا هو مثل كيف وقت بتدرس الطب تتخصص بعدين فأنا لقالي الأوبرا كانت دخولي على الموسيقى وبعدين أنا بفوت بالستايل اللي عبلي فوت فيه أكتشفت مع الوقت أنه الأوبرا كان شوي محدد لإلي يعني حسيته كتير سيريوس أنا شخص بحب مثل بحب أرقص بحب حب الحياة بحب الحياة فمشان هيكي من الأوبرا نقلت على الموسيقى أول شي يعني المسرحيات الغنائية الأمريكانية برودوي وهول الأجواء لا حديث بعدين بلشت بالأغاني العربية أنا مني عاملة شرقي يعني ما بعتبر حالة مطربة بس خلقت ستايل اللي هو دمج بين الغرب والشرق وهيدا شي بحبه كتير لهم بيشبهن كتير طيب إيه رأيك يعني نصبح كده على المشاهدين بصوتك بقى نسمع حاجة أنا ليه عندي ريكوست عندي طلب ترميمة ماريا ممكن نبدأ بديها فينا هلأ بدون المولاي أو الأدين بس إيه فينا فنشوفوا الصبح كيف هلأ بدون المولاي أو الأدين ؟ ايهوز أمين تكتبو كدير bird موسيقى Ave Maria موسيقى الله شفت هلأ أنه مع البرامج الترفيهية على التلفزيون يلي بتشجع الناس أن تغني وتقدم مسابقات الولاد يبدأ بعمر صغير يغنوا ما بعض إذا بتعرفوا بس لعمر 16 أوتار الصوتية كتير حساسة فلازم كتير أن ننتبه على الأطفال أنه ما يشدوا على الأوتار الصوتية ويعرفوا كيف يستعملوا صوتهم فحسيت أنه كان عبالي إخلق أكاديمية بس تهتم بالتكنيك الكلاسيك يعني منعلم يعني إذا بدك تمارين الصوت الصحيحة بالطريقة الكلاسيكية بس مع أداء أغاني مودرن يعني لأنه الناس اليوم عبالي تغني قصص جديدة ودرجة هالأكاديمية مش بس للأطفال هي للأطفال والكبار للأشخاص المحترفين المحترفين ومش محترفين بس عنا شوية هيك إذا بدك تخصص للأطفال لأنه بحس أنه حلو نكون حد للأطفال من أول ما يبلشوا يفوتوا بمجال المغنى ومن الأول كانت أهمية هالأكاديمية أنه يكونوا دائما الأطفال عندهم برفورمانس على المسرح ما يكونوا بس عم بيتعلموا بس يكونوا أداء على المسرح فبلشت أنا بالألفين وتسعة عشر عشر عنا كذا أسادزة بيعلموا صوت وموسيقى أليت موسيقية وهلأ كمان بلشنا بدبي فالأكاديمية في فانية تانية بدبي في بيروت وهلأ فتحنا بدبي طيب والأطفال عم بيغنوا بأكسبو دبي هلأ وعم بيكونوا عم بشاركوا بكتير رائع ده هاي لده إكسبوجر يعني هاي لأن هم بيشوفوا ناس كتير قوي يعني دي حاجة مهمة بردو حقلك لأنه الموسيقى أنا حسيت أنه بتأول شي بتنمي الشخصية كتير يعني الولد ده بيتعود أنه يغني على المسرح عن جد بتقوى شخصيته والأشخاص اللي بتفوت من المشاريع الموسيقى بيواجه فكرة لو بيقفوا يقدر يواجه الجمهور وين صح أول شيء وتاني شيء بيصيروا مسالمين يعني الأشخاص القريب الموسيقى ما نويتشو فيهم بمواقف عنف أو يعني كتير الموسيقى بتدخل على قلب الناس وبتعطيهم كتير من السلام ده أكيد أنا باتفق معاك والمليون منع طيب خليبément نروح للنفس نبقى للمسار الفني مع وبك الموسائر الفني فاتك والأغاني الجديدة ثانيا أنت أغانيك يمكن مختلفة أو طريقتك مختلفة مواضيعك مختلفة شوية عن الأغاني الذي نمتعوضان عليها دايماً الأغاني أو المواضيع التي تتناوليها بتكون ليها علاقة بموضوع بعيدة عن الأغاني شوية العمي أو الغرامية لغاية بقى ما جينا في الفالنتاين أو من الأسبوعين فده كررتي تروح الموضوع تاني وقضية بقى الناس كلها بتتكلم فيها ومهمة برضو موضوع الحب بقى والرومانسية والحاجات ذي بعدك حبيبي نزلت بشكل معين الكليب بشكله مختلف بلاك وويت أبيض وسود ويعني مختلفة حتى عنه الأغاني اللي بنتعودين نسمعها في الفالنتاين أو في الشهر 2 تحديدا أليس بتقليلت بالمواجه على الناس كلها في الفالنتاين يعني تقليل مواجه بس كلمين بقى عن الأغنية دي هلأ حقلك أول شيء أنه أنا عندي كذا أغنية خاصة لإلي هي رومانسية بس لأنه الأضايا الإنسانية اللي كتعم غنيون كانوا دائما يكونوا إذا بديك الأهم فالأغاني الرومانسية كان دائما تجي عز الساكنت إذا بديك بس كان عندي كذا أغنية متل شو ما صار و شو مخبى الليل وكل ما فتحتنا عينيك لمو قتن تنجو أغنية أنا كتبتها بالفرنسا ومن ألحان ميشيل فاضل يعني عندي تنوع بالأغانية الرومانسية بس هالمرة هيك أثارنا أكتر يكون هيدا الموضوع شوي سبيشل هلأ رح تقول ليه بالأسود الأبيض وليش هالأغنية منه كتير فرحة لأنه بعيد الحب فيه كمان أشخاص منه 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 سعيدة ما انتحدن بحياته أو هالشخص اللي بتحبه ومنه موجود لأسباب فيها تكون أنه خلصت العلاقة أو فيه يكون مضطر ما يكون موجود لأنه سفر أو غيره الأسود الأبيض لأنه الحب هو أسود وأبيض يعني الحب أبيض وقتا يكون القصص كلها كتير حلوة وأوقات وقتا تكون العلاقة تخلص أو عم تمرق بظروف صعبة بتكون بالأسود هالأغنية هي من كلمات وألحان توني تكرم وهذا خيم استعاون معه والتوزيع لفاتشي كالندريان مع توزيعها رائع للأركسترا تسجلت بأرمينيا هيدا نوع الأغانية والشغل اللي أنا بحب أشتغل عليه كتير يعني بحب إنه الموسيقى تكون عن جد عم بتتوصل الكلام بإحساسه وصورته كت عاملي كورونا ما كت عارفة أنا كت كتير كتير ساخنة بهيدا النهار وكنبلش السمتم زيبينوا علي وكاتر خير قال لي محدا عدا بالكرو بس كانوا ظروف شوي صعبة لقلي بس بس مبسوطة إنه قدرنا نلاحقه على قد قبل بس أنت أنت عندك إيمان إن دايماً الفنان الحاجة اللي هو عايشها هي بتكون أصدق وبتوصل للجمهور بسرعة؟ أكيد أكيد أنا بقول لك إنه أنا هيد الحالة عاشت عاشت مرتين بحياتي وبطريقة كتير يعني صعبة ومشن هيك بحس أنا بحس إنه بها الغنية حتيت كتير إحساس لأنه حتيت إكسبيريينس شخصية كمان فيها حلو وقتا يكون الفنان مش دايماً بتصير إنه الفنان أوقات بيغني الأشياء ما بيكون هو عايشها بس بيكون مأثر فيها لأنه ناس دير من دار وعيشوا أو عم بيشوف حالة معينة استفزيته أو زعجته يعني سانستيف أو حساس كمان تجاه المواضية اللي بيسمعها أو المشاكل اللي ممكن يكون حواليه بيعيشها أكتر من الشخص نفسه إنه هو دايماً بيتأثر حتى إنكابل موسيقى أو بالفن بشكل عام فبيقدر يترجمه الفن طب خلينا نروح نشوف الكليب بتاع بعدك حبيبي ونرجع عشان عايز أسألك على حاجة في آخر الكليب أسألها أسألها على آخر كليب؟ دي عادرت ناقش فيها أنا وإنتي وأحبت قبلها في عربية بتمشي في الآخر ده ما ناقين هو يعني هو مجي؟ مجي ولا مرجعش؟ هلأ هي مقصودة أنه ما أنا عارف هو يمكن إجراء أو يمكن لا طب إنتي قلت أني عشت التجربة دي؟ إيه، ما رجع؟ لا، ما رجعش؟ ما رجعش؟ ما رجعش، بس اللي رجع إجع حب جديد وإجع حب كثير حلو وكثير كثير كثير شو بقولك؟ أصدق أصدق، إيه يعني مش هيكت عم بقول إنه أوقات العلاقة بتخلص ونحنا، أنت بتعرفين يعني وقت تخلص العلاقة منبكي ومنأكل كثير ومنزعل كثير بس بالآخر بيجي شيء أحلى أجمالا أهلا بالأوقات، صح؟ أكيد ما أصلا وجيه أوحش يبقى مشكلة عندنا، مش بحياتها تانية حاجة أنتم بتفهموها أكتر بقى بصراحة، أنا شهدت مجروحة فيها أنتو وأنتو بتعزبوا أتنا دائماً لوحشيني طيب تانية، يعني أكيد الأغنية وصلت الرسالة بتاعتها وإن فكرة إن الحياة ما بتقفش يعني زي ما قلت، إن فعلاً لو حاجة فيه وحشة حصلت، اللي جاي بيبقى أفضل لكن عاوزين نرجع بقى لبدايتك، أكيد كان في صوت هو مسلك الأعلى وكنت دائماً بتحب اللي أنت تقلدي وتشتغل على نفسك عشان توصلي حتى لطبقة الصوت فيه مين مسك الأعلى، سواء كان في الوطن العربي أو بلبنان؟ بلبنان وبالوطن العربي هي السيد ماجدة الرومي، يعني كانت لقلي أكيد فنانة كتير قدرة أول شي لفنة، للمواضيع اللي كانت تتناولون أنا قطة، يعني فنانة بحبها كتير وكانت كتير مأثرة فيها وقتاً بلشت غني وإذا بدك بالعالم كعالم في سوبرانو اسمها سارة برايتمن بمجل شوي الأوبرا والميوسيكالز كمان كتير كتير فإذا بدك شوي بأول بداياتك تقدمش شوي بين هالنوعين كتير كمان أثروا فيها كتير طيب تانيا، دايماً بالقول إن شعب لبناني شعب محب الحياة تحت أي ظرف بيغني، تحت أي ظرف بيكون دايماً متفائل وعنده روح كده إنه دايماً اللي جاي أحسن فيه أغنية أنا بالنسبة لي أغنية مهمة جداً أغنية زمن، هذه الأغنية حتى ما صورتها لم تكن فيديو كليب عادي، كان زي شورت موفي أو فيلم قصير قدرتي تسجيلي فيه وقت، ممكن وقت طفلتك، وقت مكبرتي شوية، وقت مبقى عندك ولد وهو شايفك ويت تتفرجي خلينا نتكلم عن الأغنية دي، وبعدين هنشوف مع سيدة المشاهدين الكليب عشان يفهموا إحنا منتكلم على إيه تحديداً كلمي عن أغنية زمن زمن مثل ما قلتك، عملناها بأصعب صروق ظروف أو أصعب وقت عم يروق فيه لبنان يلي كان سنت اللي فاتت أنا شخص كثير معلق بلبنان، كثير بحب لبنان، وبحب وين ما سافر بالعالم إنه وصل كنت سافيرة لبنان كلاب إنه بطريقة ما من خلال الموسيقى يعني بحب إنه وصل صورة لبنان الحقيقية طيبة الشعب، جمال البلد، كل هول الأشياء اللي عن جد نحنا بخلونا نحس إنه نحنا محظوظين نكون بهذا البلد وبعرف إنه كل اللي بيجوا من برات لبنان، تايزوروا لبنان ما بيستنظروا هالقدي تعلقوا بلبنان صحيح بالظروف الصعبة، وقف الكلام بطريقة معينة يعني ما عدتنا نعرف شو بدنا نقول وشو بدنا نغني للبنان وحسيت إنه بركي أحسن ما نغني للبنان لأنه ما كان الوقت بركي مناسب بس وقت اتعرفت على توني كرام وسمعت هذه الأغنية كمان من كلماته ألحانه حسيت إنه قال كل شيء قال كل شيء عم نحسه يعني قديش تأثرنا وقديش تعذبنا وقديش من وقت ما خلقنا عم نعيش صعوبات هالأجيال عم تجي وعم تنعاد نفس القصة وأنا اليوم لو اتجوزت وعندي ولد كان حيعيش اللي أنا عاشته وقتا خلقت وبنفس الوقت خلصت الغنية بكمان تفاقل وبإيمان كبير إنه القصة ستتغير وحنبني هالوطن والتغيير جاي فكمان الكليب من إخراج توني كرام وكننا نحكي تحت الهواء إنه أنا بحب وقتا يكون الكليب عم بيخبر قصة لأنه بحس إنه الفنين منه بس استعراضة يعني كمانا حلو يكون عم بيعيش الدور أو عم بيوصل القصة فتصورت على هيك طريقة شوية أنت بتحب المدرسة هذه فكرة أنت توثق الأحداث في الكليب أو في الأغنية بتاعتك بحب هيدا شي إيه بحس إنه عم بعيش مع زمن معين وعم بتأثر فيه وحلو إنه إنه انشر من خلال الموسيقى تيجي نفاهم الناس أكتر يعني إلا إحنا ما نتكلم عليه ونسمع زمن أكيد تانية يمكن الأغنية إحنا وإحنا من إسمعها وإحنا بتفرج عليها إحنا عيشنا مع قصة وإنتي نفسك أنا شوفتك وإنتي بتتفرجي إلت رجعت الورا ذكريات كتير جداً أنا أحب أن أسمعها منك دلوقتي بعد أن أتفرجت عليها وكل المشاريع دي تلحت فجأتين فيها شوفتك نسمعها منك بس عايزين نأكد على المعلومة اللي عليتها يا جمانا بفكرة أن هذا الفيديو كليب متصور في منزل جدك صح صح فهو قريب من المرفع بيروت قريب وكان بعد الانفجار فبتشوف كل الـ يعني انتعيشت الأحلاس بس يعني تأثرتي كمان بيها يعني فكرة البيت نفسك الانفجار مش بهيدا البيت لأن هيدا البيت كنا قراد تركنا البيت بس بس حتى بيت تأزة كتير ولحدي تطلق بعد هيدا التروما بعده فينا يعني كان كان شي كتير بشع كتير كتير ناخد طلب جمانا بقى طيب أغنية زمن أنا من زمن كانت الأيام بلاغتي حدود المناطق خطوط بالأسود أنا من زمن كانت الأيام بلاغتي حدود المناطق خطوط بالأسود طوائف تغلي تقتل حرقت وسط البلد وناس أشبه بالوحوش لمسيحا ولا أمة محمدي أغنية زمن كانت الأيام برافو تانيا مون مختلف خالص؟ هذه فرحة البدايات؟ أهو؟ أكيد ألوان؟ كل شي عنده جوه؟ لا، وأنت عارفة تكيفي مع كل مود نحن 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 أنه هذا أخر فأنت واضح أنت تعيش فعلاً الأغنية بكل شيء كان صوتك كل تفاصلها التفاصيل التفاصيل الطريقة أدائك نفسها للأغنية وأنا بالحياة هيك أشبت؟ أشبت كذلك؟ أشبت كذلك أنا أحب الحياة وأحب دائماً أبتسم وأحب أن أكون فرحانة وأحب أن الناس من ذلك يكونوا فرحانين فهذا اللي تشبهني أكتر شيء أنا أحب أنت في الكليب وأنت تنطي في اليخت شخصيتك الحقيقة وريبة منك في الواقع نحن أولاد حتى وقتنا نكبر أنه في شيء داخلنا يحب أن يكون فرحان ومبسوط دعني أسألك أنت برج إيه؟ أسد أه، حسناً؟ 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 شخصية قوية أيضاً شخصية قوية ومرحة دائماً تحب تعيش اللحظة بكل تفاصيلها تيتانيا تحب تغني من في مصر؟ إن كان قديم جديد أنا أريد أن أسماهان، ليلة مراد، وداليدا دمج شوية أختار أنا؟ أخذت بالك من الأسامين أصوات لها بصمة معينة طبعاً مصر فيها فنانين وفنانات كثيراً لكن الأسماع التي اخترتها لها بصمة معينة خلاسكيات الزمن الجميل وفي نفس الوقت لها خطة هي بالضبط، طيب أختار أنا من الأسماع التي قلتها؟ أختار ليلة مراد؟ نعم؟ تقفين؟ شايف السوق؟ ما فريق لي؟ بس أحسب لك الأغنية أختار ليلة أول ليلة مراد أنا قلبي دالي لي، قليل حتحبي أنا قلبي دالي لي، قليل حتحبي دايماً يحكي لي وبسدأ Hugel B. أنا قلبي قلبي دالي موسيقى 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 مش نيك جيت على مصر كعندي اجتماع بس انو حبيت اجي كمانا هيك طول على المشاهدين المصريين تأحكي اكتر عن الاغاني. انا عرفت تسريبات كده ان في حفلة قريب في الاوبرا ايه بركي مش بالاوبرا بس بالمهرجان هالصيفية فبس عم اي ما بتنسي اما دار الاوبرا صح طيب ممكن بما ان انت موجودة هستغلك واسألك انا عرف ان فيه اغنية بالمصري مش اسألك مش اخش في تفاصيل اكتر مكده. هي هتقوله واحدة. يعني قلت شوية التفاصيل يعني مش مش ارقول اسرار اوي يعني. هي اغنية باللهجة المصرية كمان كلماتو الحانتوني كرام لانو عم نشتغل احنا عالبوم كامل وحبينا انو يكون في اغنية باللغة المصرية موضوع رومانسي بس موضوع معين مهدوم يعني شوية مختلف كمان بس اجابة مهدوم. فانا كتير متشوق انو بلش اشتغل على الاغنية. هلا في اغنية جديدة رح تنزل ان شاء الله من هلا لاخر الشهر بس باللهجة اللبنانية وفرحة مثل هاي ده اخر واحدة سمعنيها. وان شاء الله الاغنية المصرية بركة من بعد رمضان يعني. ان شاء الله. انت لفتي بصوتك وموهبتك العالم كله. وكليك حفلات في اكتر من يعني دولة واكتر من قرر. او اكتر من قرر. او اكتر من قرر ايه اكتر الحفلات دي قريبة لقلبك وفكرة الكواليز بتاعت الحفلة بتاعتها لحد الوقت. كل حفلة كان لها ميزة يعني بحسة كل حفلة هي هي مختلفة. هلا اكيد دايما بقول انو الحفلة الاكتر شيء اثرت فيها كانت حفلة الاولمبيا لانو الاولمبيا لانو الاولمبيا كان حلم اني يكون عم بقدم حفلة بها. هيدا المسرح انا عاشت بفرنسا كزا سنة وبعرف العمالقة اللي غنوا على هالمسرح من العرب والاجانب. فاولمبيا كان عندها شوية اذا بدك هيك طعمة خاصة. بس فيه لك انو مثلا حفلة مهرجان الالعب في مصر كمان كان لقلي انيكسبكتد متل ما بيقولوا يعني. غير متوقع. غير متوقع. كنت جاي يقدم ريبرتواري لجمهور ما كان بيعرف كتير اغانية. فالعاصمة الادارية. ايه العاصمة الادارية اكيد. العاصمة الادارية اكيد. بس العاصمة الادارية كانت كانت هيك دخول على مصر بطريقة رائعة يعني. وكثير كمان مفاجئة. يعني اصلا انا الرياكشن تبع الشعب المصري كثير 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 حبيته. هده بقى سؤالي ليكيا تانية يعني. الشعب المصري كله بيقول ان هو شعب مختلف وشعب لي مداقل خاص في الفن بشكل عام. انتي بتشوفي الشعب المصري ازاي. كثير مزوئ. كثير. ومش معقول قديش. 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 بيحب الموسيقى وبيقدر الموسيقى الحلوى. يعني. هلا اكيد موسيقى مختلفة في قصص خفيفة قصص حلوى فرحة قصص حزينة. بس بتحس المصري يعني. مش معقول. ودفاصيل الصغيرة يعني. متما انتوا هيك عرفت انه كل شي بتنتبهوا على كل شي. يعني مش بس اغنية بتحبوها بتسمعوها بتمرو. لا لا بتحبو تعرفو عنها اكتر وتفاصيلها. اعفوان. ذكرناك كويس كمان. لا عن جاد. انه انه. 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 في اصس يعني. انا. تعرفو. انه. انتكونا عم ننفس اغنية تصوير او تسجيل. منفكر بكتير اشي. بس. اوقات. منقول الناس. مش حت. يعني. ما حت. تنتبه. مش هت. تعالق مع. يعني. عرفت. انه. انت. مسلا. لاحظت. انه. انه. انا. وصغيرة. الصبل. ابن. كيف. انه. انه. هولي. الاصواق كتير مهمين. و بحس. انه. لانكن. عنكن هلقدي. اه. سقافة. بالموسيقى. او. بالبل. بالبلومي كمان. يعني. بالبلوم شكل عام. ام. كان لأن الفيديو كليب بأب ميكس ما بين الأغنية وبنشوف كمان مشاهد درامية فأكتر للأفلام أو فمشيك هذا شيء كتير حلو لأنه يعني أنه عن جد نحس قديش نحن نتفاعد نعرفني أنت بتحبي الأغاني الوطنية ويمكن كان لكي أغنية وطنية خاصة بلبنان يعني أنا حابب اللي احنا نقفل برنامجنا النهاردة صباح الخير يا مصر بي يعني دايما بيكون في علاقات مصرية لبنانية وثيقة وقوية قوي فتعلي نقفل بالأغنية دي وإحنا بنسمع منك ونطلع على الفيديو كل من نختبئها نتعب بتحكي يا بركي عن أغنية وطنية وطنية صحيح أغنية وطنية من كلماته ألحان مروان خوري وتوزيع ميشيل فاضل وكان إلي كنت كتير سعيدة قدمها لأول مرة بسدني أوبراهاوس بأستراليا لجاليا اللبنانية وأخذت لقلها جايزة ميوهاكس دو وهيدا شيء كتير يعني فرحنا لأنه أغنية شوي وطنية مختلفة بتحكي عن المخترب يعني اللبناني اللي عاش برات البلد يعني قبل ما نسمعها طبعا من شكرك لوجودك معنا في صباح الخليق مصر أنا بدي أشكركم لها الاستضافة وهذه الصبحية الحلوة معكم شكرا الصبحية طبعا أحلى بيكي ودايما منورانا في مصر مصر طبعا بلدك التاني وإحنا بنعتز بوجودك ومنعتز بكل الحقيقة الشعب اللبناني الشقيق نورتينا وإن شاء الله وإن شاء الله كمان نشوف لبنان الفترة الجاية في وضع أحسن بكتير زي ما كنا بنتكلم أنا وإنتي وحمد من شوية إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة